في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 501 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم 310 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبرصعيد والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 987 قطع السلاح ناري أبرزها 138 بندقية و88 بندقية ألية و39 مسدسا و722 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و108 خزينة إضافة لـ 1049 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 494 326 حكما قضائيا وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط سبعة تشكيلات عصابية ضمت 33 متهما قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 58 حادثا ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 97 متهما كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1404 قضية إتجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 180.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 259 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قاربت 38.5 كيلو جرام إضافة إلى ما يقرب من 20.5 كيلو جرام من مخدر استيروكس وعدد 64967 قرص مؤثر و 16589 قرص ترامدول مخدر وعدد 12356 قرص كيفتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 51 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة